السلام عليكم مرحبا بكم في قناة بغادي ديوغو كديري اللباس عليكم كانت منا تكونوا بي خير وعلى خير واحد سؤال دائما كيتكرر في القناة كل واحد كيكتبوه بطريقة دياله ولكن المضمون واحد السؤال هو علاش بالرغم من أن الوصفات ديالك ناجحين المشاهدة عندك طيحة وضعيفة قلبت على الجواب لهذا السؤال مرارا وتكرارا وحاولت نحل المشكلة الممكن أن يكون السبب في أن المشاهدة طيحة ولكن ما كانتش نتيجة نهائيا فالمشاهدات في واحد الوقت كانت عندي مزيانة وطاحت من بعد ما بغتش مازال تعاود تطلع فكن دير مجهود كان أخدم على القناة كي ما كتشوفوه الوصفات اللي مكتقن عنيش مكتن حطهاش ونفس المشكل دائما مشاهدة طيحة وطيحة بززاف فليك يعرف الجواب على هاد السؤال يخلي ليفتعاليق ربما تعرفوا حاجات اللي أنا ما نكونش عارفها فوصفتنا لنهار اليوم غتكون عبارة عن هاد لي صندويش بدقيق القمح الكامل عجين لي أكثر من رائع فيه شوية ديال الدقيق الأبيض ولكن القمح الكامل هو اللي غالب وحشوة اقتصادية بسيطة يعني ما غنطيبوهاش سهلة فتحضير وكتجي أكثر من رائعة فنمشيو على بركتي الله نشوفو مقادير العجين هما اللولي غادي ناخدو القياس بالكيسان ديال العنبا فعندي هنا يجوش كيسان ديال دقيق القمح الكامل يعني القمح مطحون بنخالة دياله بكل شي لي محي يتمنو تشي حاجة كاس ديال الدقيق الأبيض وكاس ديال الحليب اللي غادي ندفيوه ما يكونش سخون بززاف غير دافي ومعالقة صغيرة ديال العسل اختيارية إلا بغيتوا تديروها وحبا ديال البيض معالقة صغيرة عامرة ديال خميرة الخبز الجافة ما يعادي الستقرام يعني المعالقة مشي ديال قهوة مشي صغيرة وره بززاف وجوج معالقة كبار ديال زبدة وبطبيعة الحال شوية ديال الملحة فكناخدوه كنسخنو الحليب هو اللول وكناخدو ايناء نديرو فيها خميرة الخبز لعسل وهو هنضيفو الحليب اللي كان اكد ما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلش لنا المفعول ديال الخميرة حتى كدوب الخميرة من بعد كنضيفو البيضة وياريت البيضة حتى هي متكونش باردة يعني تكون بحرارات المطبخ من بعد غنضيفو الكاس ديال دقيق الابيض وجوج كيسان ديال دقيق القمح الكامل ونشوفو الخليط الى حتاج مازال دقيق غنضيف دقيق القمح الكامل نضفت شوية ديال الملحة وكنجمعو العجين هنا انا العجين بقى عندي مرخوف لان ما زال ما ضفناش زبدة اللي غنضيفوها غايزيد ما زال يتطلق فغنضيف ثلاثة ديال المعالق كبار ديال دقيق القمح الكامل كنضيفوه غير بشوية بشوية هنا لما بغيتوش تزيدو الدقيق ما ديروش الحليب كلو من الول فغتديرو القياس ديال الحليب اللي غنضوبو فيها الخميرة ومن بعد غتبقاو اضيفو الحليب بشوية بشوية وانتو ما كتجمعو العجين فهنا انا حصلت على عجين لي شوية ارطب ولكن في نفس الوقت شاد دراسو يعني ماشي مطلوق وماشي قاسح فكن بدون دلكوه احنا كنضيفو الزبدة كنقطعوها القيطع وكندلكو بها العجين حتى كي شرب لنا الكيمية كل هادي الزبدة وكي تدلك مزيان ممكن تستعملو العجانة الى بغيتو يعني ماشي ضروري تعجنو بيديكم وهذا هو شكل ديال العجين من اللي تدلك يجي واحد العجين اللي رائع جدا وهنا غنخليوها يخمر وهذه مرحلة مهمة في نجاح الوصفة ضروري نخليوها يخمر مزيان حتي الضعف الحجم دياله انا خليتو تقريبا واحد ساعة فكنديرو قطيرة ديال الزيت فاليناء ندهنوه وكنحطو العجين ونغطيوه بفيلم أليمونتر ونغطيوه بمين ديل ونخليوها يخمر فالجو بارد غدي يحتاج واحد شوية الوقت فباش يطلع هنا بعد مداز تقريبا ساعة كنرجعوه للعجين ديالنا رشو شوية سطح العمل بدقيق وكنتلقوه على شكل البودن وغادي نقطعو هاد البودن على جوج وكل نصف كنقطعوه على جوج وكنبقو غادي بحلاكة حتى كنوصلوه لثمانية ديال القيطة يعني غادي يعطيني ثمانية ديال لساندويج كنشكلوهم على شكل كويرات نحاولو انهم يكونوا مقاددين حتى كنكملو الكيميا كلها من بعد كناخدوه المدلك وكنبدو نطلقوهم نرشو سطح العمل ما نكتروش دقيق غير القياس وكنبدو نطلقوهم كما كتشوفو على شكل دائرة أنا رققتهم بزاف حاولو شوية تخليوا فيهم سمك غير شوية ما يكونوش غلادو ما يكونوش ارقاقين بزاف يعني متورقوهم وكنبقوا غاديين حتى نكملو الكيميا اللي عندنا كلها كل ما حتجينا الدقيق كنديرو غير شوية من بعد غا نحطوهم في اللاطة وندهنوهم بزيت زيتون او زيت عادي باش ملي نطلقوهم ما يلسقوش كندهنو الكورات كلهم وكنبدو نطلقوهم بهات الشكل نحاولو ان الشكل يكون مقاد من بعد كناخدو أصفر بيضة مع شوية ديال الحليب نطربوهم زيان وندهنو هاد ومن بعد ممكن ترشوهم بلي بغيتو انا درت شوية ديال زنجلان وغندير البافو وشوفان كيعطي واحد المندر زوين هذا البافو ممكن نديرو حب برشاد ممكن نديرو اي حاجة بغيتوها زريع الكتان سوف ندخلوهم الفران اللي يطيبوه الفران ديجا يكون سخون ضروري يكون سخون مزيان من قبل كندخلوهم على ميتين دراجة كنخليهم حتى كي يقربو يتحمرو من الأسفل وكنشعلو الفوق ونخليهم ياخدو واحد اللون دهبي هذا واشكلهم بعد ما خرجوهم من الفران ده بغا نخليهم جانبا ونحضر الحوشوة اللي اخديت لها جوج بواتا ديال طون بالزيس خص مقطع وحبة ديال الباصل كذلك مقطعه رقيق في الفلح حمرا مشوية ومنقية مقطعه رقيق كتعطي واحد المادا قزوين ممكن ديرو في الفلح خضره وزيتون اسود كذلك مقطع ممكن ديرو زيتون أخضر ممكن تزيدو في ماتايشا تزيدو بيد مسلوق مهم الحوشوة كتديرو دك شي اللي كيعجبكم فيها هنا بعد ما صفيت الطون من الزيت خليت فيه غير واحد شوية ديال الزيت طفتو على باقي المكونات غنزيدو ملحة والبزار وغنزيد ايضا المايونيز كيعطي واحد لدازوينة لهذا الحشوة وفرماج محكوك هنا انا غنخلي شوية ديال الفرماج لتزيين وكنخلطو كل شي وغنضيف المايونيز كيبقى حسب الدوق كل واحد ورغبة ديالو كيلدد لنا بزاف هاد الحشوة جاهزة باش نعمروا بها ناخدو الخبز نحلوه ونبدأو نعمروا ركي هز كيميام مهمة من الحشوة يعني ما يبانش لكم رمغي هزش لكم الحشوة وكنديروا فرماج في جناب هنا ممكن بعد ما نكملو ارجعوها الفران يكون سخون غير يدو بالجبن وممكن تقدموه بحلكك فهذاك المايونيز كيخلي ان الجبن كيلسق شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع وصفة جديدة بإذن الله شكرا لكم